ظهور المنتخب الوطني الجزائري بمستوى سيء في مبارتين غينيا وأغندا في شوطها الأول فتح الأبواب واسعة أمام عودة العناصر المبعدة منذ التحاق بيتكوفيتش لتغطية النقائص المسجلة على مستوى الخطوط الثلاث خاصة في حراسة المرمى والهجوم وجاء تصريح رئيس الاتحادية أمس عقب مباراة أغندا ليؤكد أن المنتخب بحاجة لنجم ماشيستر سيتي السابق وجميع اللاعبين وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك التعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن لا زال المنتخب الوطني يعاني منذ ابتعاد رئيس بولحي ولم نجد حارسا يعوضه رغم أن هذا الأخير عاد في آخر فترة مع بالماضي وكان سيشارك في كاس إفريقيا لو لا إصابته على مستوى يده أما القائد رياض محرز فعودته أكثر من ضرورية حيث لم يجد المنتخب ظلته في غيابه ولم نحصل على جناح أيمن بديل بقدرات محرز القادر على تغيير معطاية أي مباراة في أي لحظة كذلك الأمر الهدف إسلام سليماني الذي يعاني المنتخب في غيابه وما فشل بونجاح في خلافته كرأس حربة إلا دليل على ذلك ضف إلى ذلك صانع أفرح الملودية يوسف بليل القادر على تقديم الكثير للمنتخب وكان الثلاث محرز وسليماني وانبولحي قد لمحوا لرغبتهم في العودة من خلال منشور تشاركه الثلاث بينهم عبر انستغرام تمثل في صورة جماعية وعبارة لماذا لا وكأنهم يقولون لماذا لا نعود للمنتخب ما رأيكم في ذلك شاركونا بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد